بيكم مشاهدين مرة تانية وجد الوقتي معايد فقرة الطقف هيئة الأصداد الجوية تتوقع أنه النهاردة الجو هيكون شديد الخرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وهيكون معتدل بالليل على كل الأنحاء وبتتوقع هيئة الأصداد الجوية كمان وجود نشاط للرياح على بعض المناطق بالليل خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سينة والشمال الصيد دلوقتي مشاهدين خلونا نتغرف على تفاصيل أكتر من دكتر منار غانم عضو المركز الأعلامي لهئة الأصداد الجوية صباح الخير عليك يا دكتر صباح الخير على حضرتك أستاذ ماليندا وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين يعني يا دكتر البلاد النهاردة بتشهد ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة بقية متتراوح من درجتين لتلات درجات هل الارتفاعات دي بتشمل كل المحافظات وإيه سببها؟ بالفعل احنا بنشهد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بحوالي من درجتين لتلات درجات لأن متوقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى ستراح ما بين 37 وال38 درجة مقوية سواحنا الشمالية ما بين 30 وال32 جنوب البلاد ستوصل ل43 درجة مقوية أجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار لأن أغلب الكتل اللي بتأثر علينا هي كتل هوائية غربية قادمة من على مناطق من السحرى الغربية أيضاً وكتل هوائية الشمالية قادمة من على البحر المتوسط بيقدي للكمان ده الارتفاع طفيف في نسب رطوبة خلال فترات النهار فنحس أكتر بالأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار وخاصة على أغلب مناطق الجمهورية القاهرة الكبرى محافظات الوكه البحري شمال وجنوب السعيد أجواء حر على السواحل الشمالية لكن طبعاً مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات المساء هيكون طبعاً في نشاط للرياح سرعاته ما بين الثلاثين للأربعين كيلومتر على الساعة ده هي حسسنا بعدم ارتفاع درجات الحرارة وعدم ارتفاع نسب الرطوبة فبالتالي هنحس خلال فترات المساء وفترات اللي إن شاء الله بالأجواء المعتدلة هو ارتفاع مؤقت مدته اليوم فقط بإذن الله ومع غدا إن شاء الله تبدأ مرة أخرى درجات الحرارة تنخفض طبعاً درجات الحرارة تنخفض مش بالشكل اللي احنا دايماً بنشهد ويتنخفض بحوالي درجتين فهنعود تاني للأجواء الحرة فترة النهار معتدل الفترات الليل دايماً في الفترة دي منستاننا احنا دايماً بنتعود على السفاعة درجات الحرارة والسفاعة نسب الرطوبة فعشان كده احنا مهم جداً بننصح أستاذ المواطنين فترة الظاهيرة بقدر الإمكان نتجنب أشعة الشمس المباشرة لأن احنا خلال هذه الأيام في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس وأشعة الشمس المباشرة بتزود أحساسنا بارتفاع درجات الحرارة وتصبنا لقدر الله بضربات الشمس والإهايض الحراري فمن الساعة 12 الدوك للساعة 3 ربع العصر بهم جداً نتجنب أشعة الشمس لو أنا في الوقت مطرة دي في الشارع دايماً يبقى معايا غطاء للرأس الشمسية أو كهب أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة طب نسبة الرطوبة يا دكتر بتوصل لأدئي صبحوا بالليل هي طبعاً نسب الرطوبة بتختلف من يوم ليوم لكن هي نسب الرطوبة اليوم تتراوح ما بين 25% إلى 30% على القاهرة الكبرى خلال فترات الليل بتراوح ما بين 80% إلى 85% ده طبعاً على القاهرة الكبرى يمكن المناطق الموجودة في سواحن الشمالية نسب الرطوبة بتبقى فيها أعلى لقربها من البحر المتوسط مناطق جنوب البلاد نسب الرطوبة فيها أقل من النسب دي لأنها طبعاً بعيدة عن المناطق المطلة على البحرين الأحمر أو المتوسط وطبعاً احنا في الفترة دي فترة أجازات والناس بتحب تروح البحار فالفترة دي حلوة جداً أن احنا نخرج المناطق السحلية المدلجات الحرفية ممتقاش عالية زي القاهرة أو حتى جنوب البلاد بالإضافة كمان أن حالة الملاحة البحرية على البحرين معتدلة والبحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزو لكن دايماً فترات خروجنا على البحر تبقى فترات الصباح أو بعد الظهيرة زي ما بنقول دايماً نتجنب فترة الظهيرة من الساعة 12 للساعة 3 شكراً يا دكتر مشاهدين كانت معنا دكتر مناور غانم عضو المركز الأعلامي لهيئة للأصداد الجوية الوقت يا مشاهدين تعلم نتعرف مع بعض على درجات الخرارة المتوقعة والبداية كالعادة هتكون من القاهرة بتسجل العظمة في القاهرة 37 والصغرة بتسجل 24 الإسكندرية العظمة 32 والصغرة 23 مرسى مطروح العظمة 30 والصغرة 22 سيوى العظمة 38 والصغرة بتسجل 21 بورسعيد العظمة 33 والصغرة بتسجل 23 ضمياط العظمة 33 والصغرة 23 الإسماعيلية العظمة 36 والصغرة بتسجل 23 السويس العظمة 37 والصغرة بتسجل 23 هنروح للعريش العظمة فيها بتسجل 34 والصغرة بتسجل 22 طابق العظمة 36 والصغرة 21 سانت كاترين العظمة 31 وصغرى 15 شرم الشيخ العظمة 39 وصغرى 28 الغرداء العظمة 37 وصغرى بتسجل 28 الفيوم العظمة 38 وصغرى 26 بني سويف العظمة 37 وصغرى 23 المينيا العظمة 38 وصغرى بتسجل 25 هنروح لأسيوت العظمة فيها بتسجل 38 وصغرى 25 سهاج العظمة 39 وصغرى بتسجل 26 قناء العظمة 39 وصغرى 26 نقصر العظمة 40 وصغرى 26 أسوان بتسجل أعلى عظمة النهاردة وهي 41 والصغرى بتسجل 26 الوادي الجديد العظمة 40 وصغرى 25 شلاتين العظمة 36 وصغرى 25 وأخيرا حلايب العظمة 34 وصغرى بتسجل 24 دي كانت فقراتنا الجوية مشاهدين دلوقتي هنرجع لشازلي باسانت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر إلايكم